قائم على الفاصل العنصري الميزان تماشياً مع انتهاك حقوق الإنسان بشكل مستمر في تقرير حقوق الإنسان يقلقنا توسيع نتاقي المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ل55 عاماً على التوالي وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والحق في حرية التحرك وتقرير المصير لملايين من الفلسطينيين يتم انتهاكه من خلال الحكومة الإسرائيلية التي تفرد ظروف غير إنسانية وغير مشروعة وهناك الكثير من المستوطنات التي يتم استماح بها وهذا سيدمر الممتلكات الفلسطينية في حالة من الإفلات من العقوبة وهذا نراه كذلك في تدمير منظمات حقوق الإنسان والتحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يقل من قدرتهم على الأعمل وهناك حالة مستمرة من التعذيب والقتل والزج بالسجون وهذه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وندعو المجتمع الدولي لكفالة المحاسبة والمساءلة عن هذه المستوطنات غير القانونية وشكرا